موسيقى بعد مباراة مثيرة تحكميا وتقلق غير عادي لأحمد الشناوي الأهل يتعادل مع الاتحاد بدون أهداف ويأجل حسم اللقب للمباراة القادمة ولكن البطل معروف كابتن علاء يمكن كان عندنا تفاؤل شوية قبل المباراة الزايد عن الحد ويمكن اللعيبة كان وصلا لها الكلام دوت ولا يعني انتباهها في الملعب ما كانش هو اللي احنا كنا متمنين لا مش تفاؤل خالص يا عيمن هو كان بيقدم مباراة طبيعية جدا انه عايزين يحسموا الدوري النهاردة من غير تفاؤل من غير انا شايف ان ما كانش فيه حد يعني مستثل مباراة او كان بفكر في الاحتفال من بادري انك انت ما احتفالتش النهاردة هتحتفل المباراة الجاي اللي بعد والموضوع محسوم فانت ما كنتش متلهف للاحتفال قوي لكن احنا اتكلمنا قبل مباراة يا عيمن وكل واحد قال تصوره الحمد لله كلنا كنا نتكلم في كم نقطة تقريبا هو اللي حصل في المباراة على مدار الشوطين طبعا الموضوع الطرد بتاع احمد فتح اصر عليك تأسير جميل جدا طبعا مع الالتزام الدفاع اللي بقاب بيك بتنطلعت مع المجهود اللي بوزل يعني هنتكلم فيه لكن في نقاط كده النهاردة فاصلة في المباراة يعني طرد احمد فتح اصر عليك تماما طبعا ولكن تقولك محمد الشناوي يغطى على حتة دي ده اكيد انا كتس اقولك الانشاء النهاردة يعني ممكن النجم المباراة من النادي الاهلي هو هدفين محققين النهاردة طبعا ضربة الجزاء وهدف تعني انفراد ودي قيمة الشناوي ودامة بنحاية الشناوي لكن ما انا عايز اقوله ان احنا انت ضيعت المباراة في الشوط الاول الشوط الاول مفيش خطورة خالص ايمن وكلمنا وقلنا اني متخوفين من شكل التشكيل في الملعب نفسه التوظيف اللعيبة اللي جانبين في بعض اللعيبة لحد الان مش عارفة ترجع على مستواها زي جونيور جونيور من لعبته الكرة اللي بتفرق جامد جدا في اداء النادي الاهلي اللعيب بيلعب اكتر من المركز اللعيب حريف بيعف اعملك الفرق حتى مش يكريب له يقول لكن بتمريراته بتحركاته جونيور لحد الان مش فايق اتمنى يا رب اللي ما يفرقش معايا مشارط الدور دي كلها انا بس عايز اقول اهم على الحاجة التانية ان الطريقة الدفعية اللي لعب بها كافتان طلعت كل التحية كافتان طلعت على فكرة العبت الاتحاد النهاردة التزام تام لنهاية الموراة لعبوا على قد امكانياتهم ولعبوا على نقاط القوة عندك انت وقدروا يلعبوا عليها كويس وانت يمكن ساعدتهم شوية بحيث اتنين راس حربة دي يا ايمان اتنين راس حربة اللي انت خطرتك شوية انت بتتكلم تعمل اصحاب احصائية كراته العرضية من يوم اعملنا الاستوديو هنا عمر ما في فريق لعب كراته العرضية اكتر من ادي الاهل استحالة تمانية اتنين دي يعني يعني احصائية مقلقة مقلقة الشوط الاول او محنا نتكلم بين الشوطين انا بقولك بين الشوطين اتكلمنا في نسبة الاستحواز في اخر الماتش اكيد بس استحواز عشان الطاردة هيفري معاك ايمن اكيد الطاردة هيديه هو يعني الافضلية فيه دايما اللعيف فاضي هما من لعبت الكرة بيعرفوا بقدام في مساحة بيسترم واستلم كويس جدا مش بيحاول يخلص مكورة على طول بس زي ما انت قلت الشوط الاولاني فرق معنا بداية النادي الاهل درجة ان انت قلت في الشوط الاول ان كابتن طلعت حيلعب بتحافظ شوهاي ولكن فجينا بعد ربع ساعة هو دخل الجيم لان المدير الفاني هايمن بيعمل تصور في الاول ويشوفك انت اخبارك ايه في الملعب النهاردة انت ردت فعلك ايه هو النهاردة عامل تصور كويس قوي ولعب عمر ميداني وزي ما انا بيلعب بقوات بيلعبه بسرتيباك ثالث في الهجمات العالية وما بكون الكرة معاه بيبقى هو دايما يفري في نص الملعب بيلعب الكرة هو عنده نادر اتحاد على فكرة من قندية الدوري اللي عندها لعيبة كرة مش الناس بتدفع بس لأ لما بتمسك الك الكرة وعندها المساحة بتعرف تلعب الكرة عشان كده بعد الطرد انت بتقول الاستحواز للاتحاد طبيعي جدا ايمن لانه عنده لعيبة كرة كويسة لكن دخولك في الموراة دايما يا ايمن يعني دايما حتى احنا من زمان وحتى ما بينا مدربين والحد الفترة الوقت ده دايما بيقول لك خش في الموراة قوي جدا في كل قوات حتى لو بتدافع تدافع جامد اوه هاتو الكرة انت لو انت بتهاجم حاول تبقى انت الفريق المنافس حيث بخطورة انت ما عندكش دي ما عندكش دي بقى لك فترة على فك انت كل مباراتك بتضيع مثلا ما بين تلاتين خمسة وتلاتين دقيقة مش مش انت مش ضغطك انت اللي انت بتعر على هدف والتاني وتحسن الامور من بدل لكن النهاردة الامور مختلفة مختلفة في بدايتك مختلفة في تشكيلك الهجومي مختلفة في طريقة لعبك بتنطلعت اللي هو قافل كل ما فتحك كويس قوي الى جانب ان انت برضو خب بالك انت متأثر بدنيا ايمن كلهم وكل ثلاثة يام مباراة دي برضو حاجة مسهلة لكن الناس النهاردة كلها كانت نفسها تحسن النهاردة على اساس ما خشش في مباراة يوم السابت وابدأ افكر وبرضو مفيش شد على فكرة يعني انا عارف ان فيش يعني ولا لعبة النادر الاهلة مشدودة ولا الجهاز ولا ولا الجماهير هي مسألة انا كنت تحسأل في الموضوع هل يعني ان كله مستني حاسم اللقب النهاردة عمل نوع من الضغط شوية على العيبة خالص بالعكس ما فيش اصل اعرف ايمن ضغط امتى لو تبقى بسا خلاص دي اخر مباراة ونقص مباراة والاوراك عدد النقاط قريب عدد النقاط قريب ايه الموضوع منتهى تماما تماما لكن اقول لك دي انا مستبعدة شوي لكن هي دايما الدخول في مبارا مهم اوي دخولك انت ايمن يعني كابت انطلعت مليون في المية يتفرج عليك في كل مباراة كابت انطلعت مليون في المية كان النهاردة عايزي عدي او ربع ساعة مفيش اهداف لو حتى هلعب بتحفظ لكن انت ساعدته لان انت ضغطك الهجومي ما كانتش هو يعني ايمن لو عملت احصائية انا اتكلم على الشرط الاول بس هات الشرط الاول احنا كم كورة خطرة يعناها ما فيه شام كورة عرضية كورتين هاني هانيش هيلك جول يعني الخطورة عليك برضو خبالك الخطورة عليك بتبقى قوي جدا يعني لو اللي هاني النهاردة هدف لو اللي تقلق الشناول اللي هو عطل الحمد لله ضرب الجزاء وانفراض برضو فدي الحاجات دي كلها لازم مش تقلقك ايمن لازم تبقى تعمل لها حساب لان الكور دي لما مسلا لو جات مع مهاجم الانفراض ده ممكن اعطاها جول احمد رفعت وابيحط الكورة ورجع كل المسافة دي مش احمد رفعت شاد ربتين الجزاء من ثلاثة ايام شاد ربتين جزاء واحدة في سي مصر في النص المرمى بالزبط واحدة في زواء الشمال مسك الكورة نهاردة رجوع الكبير ده هو الآن والله انا بتفرج اطربة الجزاء وعارف انه مش تدخل لان رجوع الكبير اوي ده ده قلق من من احمد رفعت يوسف قال لي كده برد انا مش عقب معك على فكرة اللي حضيها بتباني يا ايمن راجع ورق اوي قلق طبعا الشنوات حرك كويس اوي توقعها كويس اوي تمام لكن تخيل انا دايما بفترض الاسوأ عشان تعالج الاسوأ ايه انه مسلا دربة الجزاء ده دخلت والشنوات مش تسألوا عليها دربة الجزاء طبعا الانفراط ده مثلا جي مع العيب بكرة هداف زي خارد امر وجات جول الحاجات دي اهم اللي انت خاف منها هو ده السلبيات والحاجات اللي تقلق ايدي هي اللي بتخليك كويس يعني بتخليه بتوصلك لحيط ان انت لأ انا ما عنديش مشاكل قليلا قوي انت كل الدور ده لا يعنيك بالشيء كويس ان الامبارات تتأجلت بتاعة افراخي عندك برد وقت كويس تقدر تلمي فرقيتك البدنية العز بدنية كويس اللي عنده مشاكل يقدر تعملها لكن في الاخ نهاردة مباراة غريبة الطرد اكيد ساعد ندر اتحاد ان اخرج بالنتيجة دي طبعا الامور التحكمية معانا كنت تناصر في نهاية اللقاء لكن عايز اقول ان يعني نفيش مشكلة مفيش ضغط مباراة قادمة ان شاء الله هيحسمه الدوري وكويس عارف النهاردة ايه ان حصل كده النهاردة يديك حتة ايه ان انت كنت لازم احسن لازم احسن نهاردة ايه لا تديك دافع 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 مشألة كويس مورال القادمة ان شاء الله لازم احسن بدري ولازم يبقى الشكل حلو ان هو الناس كلها متأكدة الوقت لعبت النادر الاهلي وجهازه ان اكيد الجماهير متضايقة مش متضايقة من حاجة مش قلق انا بس كان عند دائما انك تخلص نهاردة تخلص نهاردة والشكل اللي انت كنت عايز تخلص وشكل حلو زي ما كان رسي بيقولك دائما نتيجة واداء فهو ده اللي كان موجود نهاردة لكن نهاردة لك لعبة النادي الاهلي النهاردة الظروف مساعدتش اكيد محمد بداية النادي الاهلي النهاردة وطريقة اللعب والتشكيل وبعدين طرد الشوت الثاني احمد فتحي هي اللي اثرت على اداء النادي الاهلي في خلال مبارا النهاردة اولا لو لو يعني خلينا نبتدي من البداية طبعا احنا الراسين حربة ويكون مثلا جونيور اجيه هو الرس حربة انا يعني ايه مش عايزين نقول ان الراسين حربة طريقة مش مناسبة قوي لان راجل اللي قعب بيها وكسب بيها قبل كده مطشاط ولكن تركيبة الراسين حربة لما بيبقى جونيور لما بيبقى جونيور هو راس حربة وعندك في الاطراف بقى ممكن تحط بقى كهربا في الشمال احمد الشيخ في اليمين كهربا في الشمال جرالدو في اليمين عندك ثلاث اربع العيبة ممكن تنوع عما بينهم وعندك وليد وقافشة برضو تغيرتين كواسين اللي انا عايز اقوله ايه ان وجود جونيور اجيه وجرالدو وباجي ومروان ما خلاش فيه يعني عارف انت لو كنت بدأت بجونيور مع باجي كان يبقى معك ورقة تانية تزود بيها في الحالة اللي ما تكون المبرامج ما تتحلش يعني طيب خلينا نقطة اثرت شوي رغم ذلك الاهلي ايجابي طول المباراة يعني انا شايف برضو رغم كلة الفرص الى حد ما بس الاهلي هو اللي عنده الرغبة في الفوز اكتر هو اللي بيمسك وبستحوز هو اللي عايز يوصل للمباراة هو الفعل والاتحاد رد فعل طبعا مش بالطريقة المثالية اللي احنا كلنا نتمناها او يعني كنا عايزينها لكن عنده رغبة في الفوز وحاسم اللقا طبعا الطرد اثر على اداء النادي الاهلي وعلى شكل النادي الاهلي وعلى تركيز العائبة بتاعت النادي الاهلي وانا شايف الطرد بصراحة يعني يعني غير مستحق الكرة الاولى طبعا انا قلوم شوية على احمد فتحي لان احمد فتحي خبرة وكان لازم يهدى شوية الكرة في جنب الملعب مش في مكان خطر وكان لازم يهدى شوية انما الكرة التانية ما تستهلش طرد خارج أنا أعتقد في الكرة الثانية، لو دماغ العيب مدي للاتحاد تحت رجبة أحمد فتحي، دي ما في أشدر بتجزئ. هو كابت النصر طبعاً أنا أحسنها. طبعاً. بس أنا أنا وجدت نصر إيه؟ إن أحمد فتحي أساساً أول ما عندهش تعمد، لأنه مش شايف هو عايز يطلع على الكرة، أحمد فتحي عايز يقطع ويطلع على الكرة العرضية قبل ما يجي لها محمود رزق. فهو مش شايف محمود رزق أساساً، دي حاجة. الثاني حاجة زي ما أحدك بتقول هي الكرة فوق الرجبة، مش تحت يعني هو لما لما محمود رزق مواطي بدماغه، مش نازل تحت الرجبة عشان تبقى درب الجزاء. كويس لا أنا بقول العكس، أنا بقول العكس، العكس لو هو منزل تحت الرجبة، مش درب الجزاء. بس أنا شايف أنا شايف إن صعب أحمد فتحي عارف أنت كرة عرضية وأي واحد مدافع بيمد رجله عادي خالص، ما فيهاش أي تعمد. بس أنا عايزة أقول إيه؟ عايزة أقول الطرد أثر على النادي الأهلي في إيه بقى؟ أولاً طبعاً أنت لعيدة الاتحاد خدت ثقة بدأت تستحوز بدأت تنقل بدأت تجري لعيدة النادي الأهلي أكتر. أولاً التغيير طبعاً أو في الديها 66 اللي هي بعد الطرد على طول أربع دقائق وخمس دقائق رح منزل مستر فايلر عمر السلية وكهربا ووليد سليمان. أنا شايف دي يعني حركة ذكية جداً منه أنه يدفع بالثلاث لعيبة عشان يدي طاقة جوة الملعب. يدي طاقة جوة الملعب. اللعيبة فإن بدأت تجهد يعني جونيور أجاييه بدأ خلاص يجهد. أليو باجي النهاردة أكيد اشتكى من حاجة لأن جريته إحنا شايفين جريته يعني برضو مش زي المطشاط اللي قبل كده. أحمد الشيخ يعني برضو إلى حد المال الانتاج. الانتاج أمش لم يكنش عالي فدفع بالثلاثة دول فوقوا الملعب بصراحة. وكان يعني يعني رغم ذلك ورغم قلة العدد بتلعب بنقص عدد لعيب إلى إن كنت ممكن تكسب المباراة. يعني كنت ممكن تاخد المباراة في النهايات كم كرة كان ممكن بس لو حصل هدوء شوية كان ممكن هذه الأهل يقدر ينهي واحدة من الكرات الأخيرة اللي جوة الثمانتاشر ينهيها بشكل إيجابي. يعني اتأجل الإعلان للمباراة القادمة مع المقصة. لكن في إيجابيات النهاردة أولها الشناوي. النهاردة الشناوي كابتن لعب دور كبير جدا جدا الأهلي يطلع غير مطلق الأهداف. وهنا دايما نقول إن حارس مرمى النادي الأهلي لازم يلعب دور مع فريقه في النتيجة. في البطولات في المطشط في الحصول على البطولات. النهاردة الشناوي الأهلي لو الشناوي ما كانش موفق النهاردة الأهلي ممكن يطلع خسران. لأنه أنقص أكتر من انفراد. أنقص أكتر من هدف محقق. تعامل مع ضربة الجزاء بذكاء جدا وبخبرة وبرشاقة عالية جدا. وقدر أنه ينقذها من أحمد رفعت. رغم أنه أحمد رفعت زي ما قال كابتا علامة أيوب. أحمد رفعت من اللعيب اللي بتلعب ضربات الجزاء على مستوى عالي. ولعيب عنده ثقة وعنده تقل قوي في حيث ضربة الجزاء. لكن الشناوي طلع عنده خبرات أكتر وقدر يتعامل معه. ومثال محمد هاني برضو كان لي. ومحمد هاني طبعا لكن أنا بتكلم على التقلق قوي. يعني اللي هو كان مميز قوي. اللي هو لعب دور فعلا إيجابي جدا جدا جدا. وشناوي بيزيد يعني الشناوي بيزيد من يوم للتاني. بيزيد ثقة. بيزيد عايز أقول يعني نطج بشكل كبير جدا ومالي الحتة دي. أيضا أنا شايف برضو وجود محمود وحيد. حتى لو لعب يعني من الدقيقة 92 نزل حوالي 8 دقايق أو 7 دقايق بس برضو. نرحب بيكم مرة تانية يا عزيزي المشاهدين. وكنا بنتكلم قبل الفاصل عن عدم وجود صانع علعاب حقيقي رقم 10 في النادي الأهلي. وبطء بناء الهجمات وبطء التفكير. كابتن علاء. عشرة مش موجود في الملعب فأنت فائد جزء كبير قوي من طريقة لعبك. دايما كل مدير فني أو كل فريق فيه راجل مسؤول عن شكلك شكلك الهجومي خصوصا. شكلك عن رتمك المبارعة من إزاي. دايما كنت بتكلم هنا دايما كنت بتكلم في الستوديو. مدير فني موجود في الملعب. إمتى بيهد اللعب؟ إمتى يسرع اللعب؟ إمتى يتكلم؟ دايما هو العنصر الخطر اللي عندك. العنصر الخطر عندك أيما مش موجود أربعة أربعة أتنين. اتفاقنا هنا كلنا الحمد لله. انت بترغي صنع علعاب بتاعك. بترغي. إلا في حالة واحدة بس لما بتلعب رأسين حربة زي رأس حربة أساسي وجونيور تحته. أو ممكن وليد. لكن ما بينزل بينزل على مساحة فاضة بيقدر يلعب لك الكرة الخطر. انت بتكعمل كل شغلك ده. عشان التلت الأخير تعمل حاجة الخطر. كرة على الجنب. تمريلة يروح واحد للجول. هو ده الراجل رقم عشر. رقم عشر ده هو مسؤول عن شكلك كله. عشان دايما في العالم كله أيما الرقم عشر ده. أولا تلاقيه لعيب مطلوب في كل الأندية. قمته غالية جدا. وتلاقيه راجل مهاري كويس قوي. بيشوف الملعب كويس قوي. بيعرف تحكم لك في الرتم أو في الأداء. هو ده اللعيب الموجود عندك. انت فقده. وهداف كمان كثير. وبيعرف يجيب جول في بعض الأوقات كمان يعني. هو بيشوت على الجول وبيكمل. يعني. انت بتتكلم بتقول. مفيش هجمات خطر. مفيش شكل لها بحلو. أيه. ما أنا عايز أقول لك حاجة. عدم موجود. عدم موجود رقم عشرة. انت بتلغي طريقة لعبك. عدم موجود لعيب نقرم عشرة. انت ما عندكش حد يلعب لك الدور ده. بس مش في النادي الأهلي. انت فاهمني. فرق كتير قوي بتلعب من غير عشرة. بس مش. ولا بيلعب على الطولة. ولا بيلعب ان شكله بقى كويس. ولا دايما بقى في القمة. انت دايما بتلعب. مطالب بنتائج. وشكل حلو. نتائج. ممكن بقى يتعمل انت كده. كرة عرضية. كرة طويلة. تزديدة. حد يتابع. كرة سابتة. حلو قوي. شكل الأداء اللي بتلعب انت بقى عايزه. المرحلة التانية. ما هو دايما بقى لقم عشرة ده. فانت انت مدورش على مكسب بس لو ييجي زي ما ييجي. مش النادي الأهلي. معلش. مع احترام. لا صح. لا صح مش النادي الأهلي. صح مش النادي الأهلي. بس انت ممكن. عن طريق كرة عرضية. تكسب الماتش. ماشي. نفسي بقولك عن طريق كرة سابتة. تكسب الماتش. لكن. مش انت دايما. مش النادي الأهلي بيعتمد على حاجة زي كده. دايما النادي الأهلي بيعتمد على صانع ألعاب. من يوم وعين على الكرة. دايما النادي أهلي في صانع ألعاب في نص الملعب. أو نص ملعب. بيلعب مثلا. ثلاثة نص ملعب. فيهم الحتة الهجومية عالية جدا. فيهم اتنين بيكملوا. بيعمل لك زيادة عددية وكده. لكن. في شكل أداية أيمن. أربعة أربعة أتنين. ما احترام الكامل اللي بيلعب بها دايما. انت بتلغي حاجة اسمها نفس ملعب. لأن كل اعتمادك على حاجتين. كورة طويلة الاثنين المهاجمين. كويس. واحد بيأخذ الكورة تانية. أو. حاجات كورة من على العرض. هو ده اعتمادك الكلي. لكن. هقولك تاني. مش النادي الأهلي. تعمل علامة كده. اكس. مش النادي الأهلي بيلعب كده. اي حد يلعب تاني كده. انما انت عندك إمكانيات. وعندك اللعيبة اللي تعمل لك. المكانيات دي. أو طريقتك تقدر تنفيذها. كلام ده. ما عندكش لعيبة. لكن انت عندك لعيب واثنين وثلاثة. فلازم تستغل الكلام ده. يعني دي جونيور. ده ديانج ده. ده ديانج ديانج. انا عارف ديانج. الحاس بقى كنت علامة. اه لسه هقول لك بقى. بص بقى. ديانج على فكرة ما ينفعش عشرة. هو عنده مكانيات كبيرة. لكن مش عنده الحساسية بتاع التلت الأخير. اللي هو التمريرة توديك التوجود. ده ممكن يصل له للجول. اه بنا بقول لك. دي مسلا. يعني لو محمد مجدي موجود. هتلاقي تمريرة. هتلاقيه قدامه. قدامه. هتلاقيه قدام باجي. صح. كويس. هتلاقيه قدام باجي اللي هو هيلمس. هيروح له الجول. ومقدر صدقته. ومقدر المسافة. ومقدر الانحالس مرمى ما يخرجش. صح. كل الكلام اللي بتكلم في ده. صح صح. اللي هو صنع اللعب بيعمله في جزء من الثانية. هو دائما. مضبوك. ده ممكن يعملها محمد مجدي. لو في المكان ده. اه جينور اجايه هيعملها. صح. لو في المكان ده وليد سليمان هيعملها. لكن كرة جات لديانج. ديانج ما عندهش الحسة. صح. ان هو يقدر يلعب لك التمريرة اللي توصلك للجول. عشان كده هو يعني طبعا لقطة ممتازة من فرية الاعداد بتاعنا كمان. وخلي بالك في بعض المواقف بيبان شوية برضو. فعادة موجود افشة. بطء التفكير لبعض اللعيبة خاطرهم. هو بص بص عين. هم حداشر لعيب. حارس مرمى وعشر اللعيبة. انت كمدير فني. بتشكل انت طريقة لعبك ازاي. والافراد اللي عندك ازاي. على مزاي عادل مزاي يوسف مزاي ايمان. كل واحد اللي ربنا بتدله ملكة كده. صح. عشان كده لعبة اسمها لعبة جماعية. مش لعبة فردية جماعية. المدير الفني الزكي. اللي بيقدر يعمل التشكيل بتاعه. اللي ينفذ الترالي في دماغه. ممكن اخش مفضل. عايز تكلم فحاجة. انا بتحسة عايز اقول. اتفضل. ايه. وعندي اتنين رقم عشرة عادين برا. لما اجي انزلهم هينزلوا هيلعبوا ايه الاتنين. وبعدين الاتنين ورقتين ربحتين. يعني ورقتين ربحتين. الوليد ورقة مهمة جدا. وافشة لعيب مهمة جدا. ايه. لما اجي انزلهم لو انا خسران هلعبوا ايه. هتلاقي واحد هيلعب عشرة. واحد هيلعب جناح. تمام. فبالتالي انت خسرت دور الجناح اللي انت محتاجه. جوه ملعب. لما كنا باللعب افشة ناحية اليمين. صح. مباراة المصري. صالح. وليد وافشة التلاتة قاعدين احتياطي. لما تيجي تنزل هتنزل مين. صح. يبقى انت كده عملت. يعني حتى مفيش ترتيبة شوت. وفي ترتيبة شوت تاني. يعني مفيش خطة شوت الاول وخطة شوت تاني. ترتيب. لازم يبقى عندي برضو ترتيب للحاجات دي. يعني ازاي يبقى عندي فرقة اساسا بتلعب على استحواز. يعني فرقة الناد الاهلي. مفروض طول الوقت بتلعب استحواز عشان. بتلعب فرقة بتلعب لها زون. وفرقة بتبقى طول الوقت متكتلة. فبالتالي محتاج استحواز. محتاج لعيب يربط بين الخطوط. وبقى كتير في ماتشاط. ان الاربعة اربعة اتنين. مش مديك المردود الطبيعي. فازاي يبقى عندي اتنين. يعني انا مثلا لو عندي لعيب وزاريد سليمان. بيديني مثلا. لو افترضنا ان هو بياخد نصف ساعة. ان انت بتديه نصف ساعة بشكل كويس. يبقى لازم يكون موجود لعيب تاني يديك الستين دقيقة. وتبدله باللعيب اللي بياخد نصف ساعة. لكن ما ينفعش يبقى الاتنين موجودين عندك. وزي برضو ما كانت ترويس في الكلام قبل كده. ان ما ينفعش يعني تعمل تكيف للعيب ان هو يلعب وقت معين. ممكن تروح متديره شوت. تديره مباراة من اولها. وتطلعه في الديها ستين. بتوعي. يا اما بيكونوا. يا اما عندهم كنترول كويس جدا جدا. يدخلوا جواب ملعب. يلعبوا الدور بتاع رقم عشرة. ولازم يكون فيه سرعات من او 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 تكملة جيدة من البكات. يبقى ليهم دور. فانت عشان تلغي دور لازم تركب له ادوار تانية. يعني النهاردة مش عايزة لعب مش عايزة لعب بفرودين. هروح يعني هلعب بفرود واحد. هلعمل عرضياب بس. ولا فيه هيبقى فيه استحواز. والعكس. فبالتالي ان رقم عشرة دي. انت انت بتخسط. بتخسط حاجات بتغييرات. اه. وبعدين انت كمان انا انا. انا عندي اه هوية. هويتي كلاعب نص ملعب. اه او كلاعب رقم عشرة. عندي بلعب 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 حاجات دايقة كتير. يعني. فبالتالي وانت بتلعب طول الوقت تبقى عاملالك استعملالك. وقفالك في تلت ملعب او نص ملعب. فانت محتاج محتاج النوعية دي. اللي اهدى بشكل كويس جدا. ومبارات الاسماعيلي هتلاقي اللي اهدى بشكل كويس جدا. عشان وراس حربة واحد. وفي لعب الكرة كتير تحتية. ايه. فدي مهمة. كابتالي بيقولوا. ان احنا لغيين دور رقم عشرة خالص. ولغيين تركيب التغييرات. يعني في تركيبات ممكن. انا ممكن اجهد الفرقة بلعيب رقم عشرة عندي. اخد طول الوقت. يعني يطلع اقصى باور عنده. وبعد كده نزل حد تاني بباور جديد يديك احسن حاجة. فانت انت لغيت لتنين. لغيت لتنين. يعني انت النهاردة حتى وليده انت منزله. انت عايز نزل وليده افشة. هتنزلهم ازاي وليده افشة. فدي حاجة برضو من الحاجات المهمة ان احنا نشتغل عليها ان دي. كمان هتفيدنا في مبارات المهمة. احنا برضو بنتكلم عشان مبارات الوداد. مبارات الوداد انا شايف ان احنا رعبنا براسين الحرب في مبارات الوداد. هيتخذ منك نص ملعب. وهتفقد الادوار الاساسية الاجناحة. وراسين الحرب. في حاجة كابتان ايما معلش عايز تكلم فيها برضو. حاجة مهمة جدا. احنا برضو تكلمنا فيها قبل كده بس ما تكلمناش فيها بتفاصيل. انت الوقت بتبدأ باتنين سترايكر. تمام? انت الوقت كابتان علاء مفيش عندك سترايكر ببرا. انت بدأت النهاردة المطش باتنين فراودة. تمام? ظروف المطش مساعدتكش ان انت تكسب يا كابتان ايمن. صح. احنا اتكلمنا المرة الفان برضو. اه كابتان ما تكلمناش فيها بالتفاصيل. ايه النهاردة حصل موقف الموقف اللي حصل النهاردة ده. ايه. ده بيأكد على كلامنا. انت الوقت بتلعب باتنين فراودة. انت معندكش حد برا. لما تجي تغير يا كابتان ايمن. مفي عندك مشكلة. هتضطر ان انت تنزل مين? هتنزلوا واحد زي وليس سلمان. واحد زي افشا. واحد زي كهرباء زي ما حصل النهاردة يا كابتان يوسف. ان انت برضو بتدعى في الحتة الهجومية. مفهوضا ان انت تبدأ العكس. يعني مفهوضا ان انت تبدأ العكس. وده اللي احنا نبهنا ليه قبل البرا. بالزبط. فدي كنت عايز اتكلم فيها برضو. اه. اه. انا 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 كاتب اربع اسامي هنا. كانوا موجودين برا وليد سلمان وكهرباء وافشا وجرالدو. الاربع دول تحت الراس حربة. اي. في حين ان انت زي ما قال هاني ما عندكش راس حربة بديل. اللي حصل ايه? اللي حصل النهاردة ان هو راح مخرج راس حربة زي باجي. هداف وماشي الفترة اللي فاتت كويس. ممكن يكون النهاردة قدش موافق او يعني بيشتك من رجله او فيه حاجة طب مش طبيعية عنده. ورح منزل كهرباء. هو النقطة اللي احنا بنفكر فيها. هل انت لما تكون احسن بتلعب براس حربة واحد. ولسه المباراة ما تحلتش. لان النادي الاهلي اللي ماسك الاهلي دايما بيلعب على الفوز بس. يعني التعادل بالنسبة له خسارة. خسارة طبعا. فانا انا طول المباراة انا وانا بديل المباراة. ببقى عايز احل الرغاليتم ده. عايز احل المسألة دي. لسه ما تحلتش. ممكن بقى تتحل في ديئة سبعين ثمانين تسعين زي ما كان. الاحسن ان انا كون معايا راس حربة. ويكون معايا ناس برا. واوراق هجومية. يعني النهاردة هو عنده اوراق هجومية كويسة. خلي بالك فيه متشاط قبل كده كان فيه اصابات كتيرة. وكانش كهرباء لسه ديجا. كان عنده حلين بس في الحتة الهجومية. لكن النهاردة هو عنده اربع حلول مميزة جدا في الحتة الهجومية. بس كلهم تحت الرأس حربة. فده يعني انا وجهة نظري. حتى يعني ان هو كان ممكن يبدأ. طب ممكن يكون ناص العدد عمل كده يوسف. ايوه. ممكن يكون ناص العدد ولا عمل كده. طبعا. ناص العدد الطرد يعني. طبعا هو الطرد قصصر لكن احب نتكلم حتى في الامور. خلي بالك بمناسبة الطرد هو مستر فيلر في المؤتمر الصحفي. قال احنا طبعا خلاص طوينا صفحة الاتحاد. وتأثرنا بالطرد. لأكيد طبعا. من ضمن كلامه. ومن ضمن كلامه كمان. عشان انا برضو خلي بالك مش عايزين نخفل اداءنا دي الاتحاد النارد. لا طبعا. اه طبعا. اشهدنا بكابتن طلع. اشهدنا بكابتن طلع. وان هو فضل محمد. هو قال. انا بس عايز. اقول لك بس هو قال لي مستر فيلر. هو قال ان الاهل يواجه منافس قوي. تكلم كويس عن النادي الاتحاد. ان التعادل المقبول امام النادي الاتحاد سكندري. في ظل الظروف اللي مر بها الفريق. وطرد احمد فتح. وقال انه ما بيشغلش تفكيره ابدا بحطة التحكيم. وان هناك قوانين بيتم تطبيقها. وان طرد احمد فتح غير من حساباته الفنية شوت التاني. طبيعي. قال تاني ان الفريق كان متقدم عن اقرب منفسه بعدد كبير من النقط. والاحتفال باللقب الدوري سيكون في المبارات المقبلة. وظهر ان كان فيه سؤال على ان. هل ان انتوا جايين تحتفلوا. وكان التركيز في الاحتفال بس. ومش مركزين في المبارات. هو قال بالزبط. ان الاهلي كان في معسكر في الاسكندرية منذ اربعة ايام. ولم يتم التطرق ابدا. الى الحديث عن الاحتفال باللقب اليوم امام الالتحال. قال برضو. يعني حد برضو تكلم عن اختيار التشكيل. فهو قال ان اختيار التشكيل بيكون على حسب المنافس. وظروف كل مبارا. وان الاهلي بيضم مجموعة كبيرة ومميزة من اللاعبين. تكلموه عن مستوى جونيور اجاية. هو قال ان هو بيتدرب بشكل جيد. للعودة من جديد للمستوى اللي كان عليه قبل الكورونا. واكد ان هو تركيزه بيكون منصب بس على المباراة التي ياخدها. يعني هو ميستر فيرل ما زار حد يسأل. وقال له انت بتفكر في ماتش الهداد. وبتفكر له قدام. هو قال لا انا بفكر ماتش بماتش. ومجرد ما خلص الماتش ده. انا بفكر في الماتش اللي بعده. هو تصراحته بصراحة كلها منطقية جدا ومتازنة جدا. وهو قال قبل كده يعني ان هو درس اعلام وكده. يعني هو الراجل بصراحة كلامه منطقي جدا. انا بتكلم في حتة تانية. بتكلم في حتة الاوراق اللي بتبقى معاك برا كابتن. يمكن انا كان لها فرصة طبعا ومحظوظ ان اشتغلت مع مستر منول. والكابتن علاء برضو اشتغل مع مستر منول فترة كمان طويلة جدا. يمكن انا اشتغلت معا سنة ونوص كابتن علاء قعد خمس سنين. مستر منول كان فيه ميزة وهي دي اللي عملت. يعني عملت التاريخي او البطولات الكتيرة اللي عملها. انه هو دايما وهو بيدير المباراة. دايما يعني تغييراته كلها في اتجاه انه يكسب. هجومية. هجومية. يعني انا قعدت جنبه سنة ونص سنة ونص. كل 95% من التغييرات كلها هجوم. كلها بيغير في الخط اللي قدام. على حساب ايه بقى؟ حسب النتيجة. ممكن يبقى على حساب مثلا لو متعادل لسه. ممكن تبصد ايه بيفنش المباراة بأربع فراودة بثلاث فراودة. بس فيه حاجة هو كان عنده جرأة جمدة جدا. زائد فيه حاجة كمان. الأدوات. ايه طبعا الأدوات موجودة. الأدوات موجودة. احنا دلوقتي برضو خلي بالك. احنا النادي الآلي دلوقتي فيه أدوات وفيه أوراق. ما اقولش حاجة. احنا متكلم من شوية مثلا على راسات الحرب. انت بتلعب راسين حربة جوه الملعب. وانت ما عندكش بديل راسة حربة واحدة. هو ده اللي نروط. انا ويجد نظري يعمل ايه. انا ابدأ براسة حربة واحدة. وخليك ورقة معايا. مهم جدا تخلي أوراق معاك. عشان لو ما تحلش المباراة لأي ظروف. يبقى هتغير الطريقة. او ما غير الطريقة. لا بداية كنت محمس انت تقولك راسة حربة واحد. هتغير الطريقة طبعا. هتغير الطريقة. طيب هو لو. اتفضل. انا بقى لو عايز ابدأ براسين حربة. بص يا كابتن. انا لو عايز ابدأ براسين حربة. ممكن ابدأ براسين حربة. واسيكم حدوار. ابدأ بالنوعين يا. اللي تتحلي الفرصة يبقى فيه مرونة جوه الملعب. بقى عندك راس حربة بره. حتى اني بره ينزل. راس حربة عندي بره. يعني جونيور جونيور. عنده بديل في مكانه. جونيور لو انا بديل في الطرف الشمال. عندي. ممكن يلعب جيرالدو. ممكن يلعب كهربا. ممكن يلعب وليد سليمان. في طرف الملعب. ونودي الشيخ داحت الشمال. ويبقى ولينا عدمين. يعني ممكن نحلها باكتر من المكان. وجونيور يلعب راس حربة. عشان انا اطبق الفكر اللي في دماغي. ان انا العب براسين حربة. لكن النهاردة. وجود جونيور مع راسين حربة. ما خلاش فيه ورقة. يعني مثلا. مش مستصغ قوي. انه انا متعادل. ونحن اطلع الفرويد اللي بقى له مطشين بيجيب ليجوان. اللي هو ايه؟ اليو باجي. يعني منين انا متعادل وعايز اكسب المباراة. ومنين بطلع الراس حربة بتاعي. طبعا بطلعه ونزل ناس تحت الراس حربة. زي وليد سليمان. ونزل عمرو السلية طبعا تأمين نص ملعب. او يعني في حيطة نص الملعب بدل احمد الشيخ. والكهرباء. غير لما يكون انا سايب باجي. يعني نازم اسيب باجي في الملعب. ونزله بقى كمان. انا نزله وليد سليمان. انا نزله كهرباء يوم يبقى فيه عندي في الملعب. باجي. مروان. وليد سليمان. كهرباء. كل العناصر دي تقدر تجيب جوان. يعني لو جالها موقف تقدر تعمل جون او تجيب جون. فهم اصلي زي؟ هي دي بس وجهة نظري. خلي بالك احنا بنتكلم كده. عشان بس ممكن المشاهدين يقولك ايه. يعني حصلت. لا. هو احنا بنتكلم. لده الصح. خلي بالك في كورت القدم. وانا شبنيتكلم عشان تكتم براء النهاردة. اه لا لا لا. هتسيبك تكتم براء النهاردة. وستيقم التعايد. التعايد النهاردة فيه. ليه فيه ظروف. واكتر حاجة النهاردة طبعا موضوع التارد الابدر. انا عايز اقول حاجة كمان. انت مدرب. انت مدرب واشتغلت. بيحصل ايه. ان ممكن انا اعمل. يعني اعمل سيناريو. والسيناريو ده غلط. يعني مثلا. كلكم تقولوا. انت النهاردة يوسف مثلا. عملت حاجة غلط. واكسب المباراة. وممكن اعمل الصح. ممكن اعمل تغييرات صحيحة. وكلنا نتفق انها صحيحة. واخسر اوقات عادل. فهم قصد ذلك. لكن احنا بنتكلم على المنطق. يعني احنا بنتكلم على المنطق. اللي هو انت ماشي مع المباراة. لغاية ما تحلها. بتفضل ماشي بسنة بسنة مع المباراة. لغاية ما تحلها. بص يا يوسف. ماشي مع المباراة. واحدة واحدة لحد ما لقى الحل. هو ممكن اعملها في كل المباراة اللي فات. كويس. لكن النهاردة. انت حصل حاجة مش طبيعية بالنسبانك. ظرف غير طبيعي. اولا ما اسمعناش المؤتمر. وتقريبا كل كل كلامنا. ان في حاجات النهاردة حتى مش طبيعية. حتة طرد احمد فاتحي. في وقت بادري. صح. في فريق منظم جدا جدا جدا. وكانت طلعت جد يعني. برضو احنا عشان نا كتب طلعت. وفريق الاتحاد كلهم. عاملين النهاردة ممتازة. وغض نظر على النتيجة. امش ضعب النتيجة خالص. احنا بنتكلم على اللحظة في الملعب النهاردة. اه ظروف النادي الاهل النهاردة مش طبيعية. طرد اثر. اثر جميل جدا. لكن اعتقد لو النادي الاهل النهاردة. كامل العدد. على مدار الشهدو تاني يا يوسف. التغييرات دي تقدر 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 تكسب. لكن بيحصل. بيحصل. وانت بتشوف المدارد المدير الفني بيشتغل ازاي. ما انت اكيد بيقابلك مليون موقف. لكن تفكيرك انت ازاي في الموقف ده. وكل موقف النهاردة حصل. انا استفاد منه. يعني احنا نهاردة بنتكلم وبنقول فيه سلبيات. عشان في. عشان استفاد. عشان انا استفاد. النهاردة جايز بدأت غلط. كان لازم يبدأ بصنع العاب. كان لازم يبقى الشكل غير. لكن حصل النهاردة موقف ده. وهو رجل بتكلم بمنتغى الاحترام. وتكلم على كيف تطلعت ونادر اتحاد بمنتغى الاحترام. زي ما نكلمنا كلنا اكيد. لكن النهاردة مباراة. الفضل ايمن. لا انا كنت عايز اقولك عشان نقص العددي عندنا. اه بزا. ايمن. فأثرت حتى. اكيد. اكيد ايمن. قلنا نقص عددي. مع فريق الاتحاد. بالنوعية اللعبة دي. لا هتتأثر. اعتقد لو فريق الاتحاد. مش هيباني التأثير. لكن بان. وفكرة كابتن طلعت كمان. لا. بص كابتن طلعت. زاكر النادي اهلي كويس قوي. ولعب الطريقة اللي تناسب النادي الاهلي. الظروف ساعدت. لكن هو. لا. كل اللي احترام ليه النهاردة. كل اللي احترام ليه. واللي لعبته بجد. مقدين لآخر ثانية بمنتهى التزام. كابتن طلعت من مدير فنين. اللي بيخلي اللي عبته تلتزم كويس قوي ايمن. ودي على فكرة صفة ممتازة. يوسف كان بيتكلم على مستر جوزيه. كان عنده نمرة واحد واثنين وتلاتة. تلتزم. بغض النظرة على انتمين. اللي اسم ده على جنب. لكن التزامك في الملعب. هو اللي بيخليك موجود. فالنهاردة ماشي. تعادل. الناس مبسوطة. لكن كان فيه زر في النهاردة. مش مبسوط. مش مزبوط. بتمنى من مستر فيلر. الأخطاء اللي بتحصل دي كلها. مش عيب النغلط. بس. كمل. بشكل النادي الأهلي. اللي انت احتدت عليه قبله كرونة. اللي هو تستغل النجوم اللي عندك. واللعيبة اللي عندك. في أماكنها الصح. علشان بعد كده. هو بتكلم بيقولك مباراة مباراة. جميل قوي. بس مباراة مباراة. لازم ااخد منها الأخطاء. اعالجها. عشان كل مباراة مباراة ايمن. لازم انا كمدير فني. احس ان في حاجة نهاردة حصلت زيادة. في تطور نهاردة مثلا في اداء هاني. في شكل جديد لعادل. هو ده الصح. هو ده اللي لنا. لازم نستفاد منه. بس اعتقد ان في الفترة اللي فاتت برضو. الاصابات الكتير. والغيابات الكتير. معاك. اثرت نوعا ما على اداء النادي. معاك. لكن. ما تأثرش على شكلك. ما تأثرش على طريقتك. يعني. هو راجع بطريقة تانية. يعني. هو ليه فكر طبعا يحترم كل الاحترام. هو المدير الفني. مش حد يتكلم معه خالص. لكن. انت بتجرب مباراة واثنين وثلاثة. المرضود بتاع الطريقة ايمن هيبات. هل انا المرضود ده. انا. انا راضي عنه. ولا لسه. ولا لعدة. مش قادرة تستوعب الموقف نفسه. زي ما كان عاد بلوقتي. بقولك. انا عندي التلاثة بره. بلعبه تحت رأس الحربة. هستفاد منهم امتى. هو اللي برضو يقرر. لان في الاخر. انت تتحاسب مدير الفني. مدير الفني مع كل الاحترام. الاداء والشكل والشول حلو كده. في الاخر حضرتك. انت بتدور على نتائج. مدير فني نتائج. مالوش جعب الاداء. حتى بتعمل اداء سيء. في الاخر بتجيله بطولات. ماشي جميل. انت هايل. لكن لو ودتني اداء من غير بطولات. هقولك. لا الموضوع مش نافي. طيب. انا قبل ما اتكلم على احصائيات المباراة. وبعض اللقطات اللي احنا كنا عايزينها. عايز اتكلم سريعا. على التغييرات. بالنسبة لنادي الاهلي. وبالنسبة لنادي التحاد سكنداري. في بعض التغييرات اللي هي مش مفهومة شوي. يعني احنا قلنا احمد فتحي بدلا من رامي ربيعة. وعلى فكرة احنا عايزين. ننبه رامي ربيعة. عنده شد في الخلفية. وهو هيعمل بكرة. اشعة علشان يشوف ايه. حجم الاصابة ايه بزا. ان شاء الله تبع اصابة بسيطة. ويرجع لنا باذن الله. في عارفورس. عمر السلية بدلا من جونيور اجايي. في الديئة 66. محمود كهربا بدلا من. اليو باجي. في الديئة 66. وليد سليمان بدلا من احمد الشيخ. في الديئة 66. لحد كده نقدر نقول انها تغييرات منطقية. ويمكن احنا اتكلمنا عن. موضوع كابتن يوسف طرح حتة. ان. فين البديل. لسردبكين اللي هما موجودين جوه. ولكن احنا عرفنا ان. ياسر حصل له. زرف طارق. ودخل احمد فتحي. احنا قلنا ممكن يكون احمد فتحي. او ممكن يكون. محمد هاني. محمد هاني يخش جوه. فهو دخل احمد فتحي طبعا بديل. ولكن الظروف ما سعتوش وخاد طارد مبكر. التغيير اللي انا. يعني. يعني انا مش فهمه شوي. محمود وحيد بدلا من اليو ديانج. في الديئة 92. في واحد تاني يا كابتل. انا 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 من رأيي. عامل السلية بدلا جرون رجائي. عامل السلية لسه راجع من 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 اصابة. بل فترة طويلة جدا. انا ما كنت شايف ان انا كنت شايف ان هم كان يعني. افشا يديله مسلا. مش مش شرط مين اللي ينزل. بس السؤول انا بتكلم على السلية اه شخصية ان هم ما كانش يا كابتل عادل ليه لازم ان هو ينزل في ماتش زي ده. عندك ناقص. والمدافع اللي انت نزلته مكان المدافع لاتصاب الترد. فبالتالي لازم ترجع واحد من لعيبة نص الملعب. تمام. وبيتجيب لعيب نص ملعب تاني تزوده. وانت ناقص. وانت عندك ناقص خلي بالك. انا فاهم انا السلية. فالترهي لكت مركبة شوية. اه. انا فاقد ان حالي فتحي كان بينزل. اه. بينزل شوية. يعني الكرة معاك بيطلع شوية بس. انا قصد ان انت يعني مشاركة السلية هو لسه راجع ملأسا هو في ماتشي كبير زي ماتش اللي التحدي. بس هو اضطر له. هو اضطر خلي بالك. ممكن. بس هو لو في حاجة. ممكن. اللعيب لو مصاب ما يدخلش معك بوراق اساسا. فانه ما دخل يبقى هو جاهز. وهو وهو قد بشكل كويس. انا شاف السلية قد بشكل كويس. انا فاهم. بس انا قصد ايه ان انت كده كده الدوري يعني انت قدامك مساحة. قدامك لسه مشارك كتير ان انت يعني يخليه ياخد وقته خالص. تمام? وبعد كده نزله تدريجيا. لحد ما يبقى كويس ويبقى جاهز مية في المية. انا السلية اللي اتتركت عليه النهاردة الماتشي كبير العلاق. في ميز بارس كتير جدا وحاس ان هو بعيد. مم. كان ممكن النهاردة. بس عمل دور الدفاعي كويس. اه اه اه. بلاج عادل. مهزل. نازل في وقت. ناقص العدد يعني. ناقص العدد. اه طبعا. لازم يعرف ان هو ممكن بعد خمس دقيق لعبه. ايه. فبالتالي لو هو. لو عمله تست ومش قادر. لازم يكون سري مية في المئة. مزبور. طبعا ما دخلت المباراة ممكن بعد عشر دقيق. مزبور. اه. هو بيعتمد على السلاء من القوام الاساسي بتاع الفريق كمان. بس هو اللاعب وقده بشكل كوي. يعني. من احد دفاعيه طبعا انت كنت محتاجه في تويد ده. بزا. بزا. طبعا البطاقات الصفرة احمد فتحي صفرة في الديئة 55. وصفرة تانية بعد كده في الديئة 60. وبعدين حمراء. خالد امر في الديئة 47. بطاقة صفرة. صبي رحيل بطاقة صفرة في الديئة 67. شام محمد بطاقة صفرة في الديئة 87. سيد سالم صفرة في الديئة 95. يمكن اول ما نزل. اه. انما لو بصينا بقى على تغييرات ندري. هتحان لاقي. مشاجع اي. شام محمد بدلا من محمود رز في الديئة 67. ده الإصابة. وده تغيير التراري. محمد أنيس سالته اللي هو بدلا من خارد امر في الديئة 86. في بردو بص من الديئة 86 للديئة 95. نادي الاتحاد غير ثلاث تغييرات. محمد أنيس سالته بدا من خارد امرـ سيد سالم بدلا من أحمد رفعت في الديئة 94. احمد حدي بدلا من كريم الديب في الديئة 94. عايز اعرف ايه يعني فايد التغييرات ديه في الدياربعة والسهين من نسبة لكابتن طلعتك دقيقة. ممكن يكون اه ممكن يكون مقتنع بالنتيجة. والنتيجة زي نقول عادل هو مقتنع بالنسبة لها. الى جانب حاجة. ايه. هو دايما بيقلق من اخر دقايق مع النادي الاهل. في بقولك لا انا خليني حتى. اه بزا واقف المباراة وينازل الناس برضو لسه مفيش تعب. فيبقى يحافظ على ديئتين الباقيين. لو متأكد النادي الاهل اللي ما بيهداش غير محاكم بيص ودي على فكرة ايمن. على فكرة يتحسب له كمان. طبعا. هو بيفكر. فكر المدير فاني. مدير فاني يفكر الاخر دقيقة. انا ممكن النادي الاهل معك ايه حتى لو. في عدد نقص كمان. لكن يحسب له كابتن طلعت التغييرات كلها على فكرة. طيب كان في بعض اللقطات يا ريت. هل هتبقى معانا دلوقتي ولا لا. احنا عندنا. طلبنا كرة ثابتة في الديئة ثلاثة. كانت على النادي الاهلي. وكان في لقطة تانية في الديئة 16. وفي الديئة 26. ان شاء الله يبقوا جاهزين. نبص على احصائيات المباراة. طبعا النتيجة سفر سفر. النادي الاتحاد في الاستحواز اجمالي يعني شوط التاني بعد نهاية المباراة. نادي الاتحاد 51 في المية. النادي الاهلي 49 في المية. ويمكن سبب فقد الاستحواز النادي الاهلي طبعا اكيد طرد احمد فتحي. التصويب على المرمى. النادي الاتحاد صوب مرتين. من خمسة على المرمى. نادي الاهلي ثلاثة من سبعة. الركنيات نادي الاتحاد ثلاثة ركنيات. نادي الاهلي خمس ركنيات. نجم المباراة. حمد شناوي. هنتكلم عن طبعا احنا اكيد هنتفق عليه طبعا. ولكن احنا هنتكلم عن ارقام الشناوي النهاردة. الشناوي بعد المباراة النهاردة هيبقى لعب ستة وعشرين مباراة دخل مرمى ثمان اهداف. شباك نظيفة عشرين مباراة. تصويبات اللي تسددت عليه. واحد وخمسين. تسعة وخمسين تصويب على المرمى. هو شال واحد وخمسين. صناعة اهداف هدفين. شناوي من نجوم براكب المحمد. طبعا. طبعا احنا اتكلمنا في الحتة دي وقلنا. يمكن انا اخترت وقلت من الايجابيات النهاردة. هي حتة. ان الشناوي بصراحة لعب دور كبير. لعب دور كبير ان الاهل ما يخرجش النهاردة. مطلق اهداف. كانت ممكن تصعب المأمورية اكتر من كده. واكتر من التعادل يعني. فانا انا بعتبره هو يعني نجم اللقاء النهاردة. بعتبره نجم اللقاء. والشناوي بيشتغل عن نفسه الفترة الاخيرة. طبعا في عدم وجود شريف اكرامي. في عدم وجود عشور. في عدم وجود احمد فتحي في البودلاء. فدلوقتي اصبح الشناوي هو كابتل الفريق. اصبح هو لاعب من اللاعبين الكبار. طبعا لما رجع له سعد سمير. في عدم وجود وليد سلمان. هم دول اللاعبات كبيرة. انا شايف ان هو بيلعب الدور ده بشكل مميز جدا. لازم بس كمان يفهم اللاعيبة. ولازم يتكلم على اللاعيبة بشكل اكتر. ان يفهم فيه لعيبة لسه جاي النادي الاهلي برضو مش عارفة حجم اه الاحروب او حسنا. اغطاط. 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 اغطاط عليهم. لا غير الضغوط. انا عايز اقول ايه ان النادي الاهلي بيتحارب. النادي الاهلي بي�� بقي فيه اتجاه ضدو. فدايما النادي الاهلي بيرد من خلال فرقة الكورة. لازم اللاعيبة كلها تستوعب هذا الكلام. ولازم لما بينزل. أنا مش بلعب مباراة ثلاث نقاط فقط. طول عمر النادي الأهلي. فرقته بترد. يعني مثلا النهاردة. هتبص تلاقي فيه تصريح مثلا لحمد رفعت بيقول مثلا كاتب أن إحنا لما عرفنا الأهلي جاي عشان يحتفل بالفوز بالبطولة تتعادنا أن إحنا هنقاتل في الملعب. فهشوف هو بيقاتل في الملعب عشان ما يمنع الأهلي أنه يحتفل. ومعندوش دوافق. رغم أنه هو ممكن يقاتل. معندوش دوافق. يعني لأ. أنت ممكن تقاتل طيب أن أنت تخش مربع الزهبي مثلا. يعني فهم قصلي زي. فهو ده قدر للأهلي وهو ده اللي احنا كنا نتكلم فيه قبل استوديو لما أنت سألت. فلازم لعبت الأهلي كمان تفهم كويس قوي أن فيه مجهود كبير جدا لازم يبذل في كل مباراة لأن أنت فيه أهداف كتيرة جدا لازم تحققها الخصم بتاعك اللي بيجايل لعبك عنده عنده يعني حاجات كتيرة جدا جدا جوا دماغه وعايز يطبقها فالحاجات دي مهمة جدا. لكن أنا بقول الشناوي بصراحة الفترة الأخيرة يعني في حالة تركيز عالي جدا وفي نفس الوقت كمان يعني تعاملوا مع القراط اللي بتجيله بصراحة كمميز جدا. والنهاردة لعب ضمن ديابية. عندنا وقت أقول لك بسحالة حاجة على الشناوي أهل الفترة. الشناوي ده أساسا يعني كان موجود معي وأنا كنت جايبهم الحمول كويس. كفر الشيخ مش كبه؟ أه. أنا بس عايز أقول لك نقطة كده بسرعة. فرق محمد الشناوي ولعيبة كتير. واحد عارف إن ربنا أنا معليب نعمة اسمها إن هو حارس كويس وكورد القدم. وعارف إن ربنا أنا معليب نعمة كبيرة جدا 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 محدش خالها إن هو روح لنادي الأهل. فهو عارف خيمة النعمة دي. فهمني يا عيمن. طبعا أكيد بيحمد ربنا على كتير جدا. وبيشتغل إن هو دايما يبقى موجود. عشان كده تحس إن هو ما شاء الله ربنا كارم وكويس قوي. ودايما هو يعني نجم الشباك زي ما بيقوله. فضل. ومستوات طوال بطريقة دينا جدا جدا جدا. عيمن ما هو عشان هو عارف هو في مكانة الناس كلها بتتمنى تبقى في نص المكانة دي. أنا طبعا برمي الكلام لللي يفهم. تعال في لها كابتن علاء عشان هو ميش ورجع تاني. ميش. حس بالله. لكن ميش ورجع حتى دي تحساب له إن ما أمشي من نادي الأهلي. طبعا طبعا. كان ممكن أمشي من نادي الأهلي يا هاني. وخلاص الموضوع انتهى بالنسبة له. وديه في أي نادي والحياة كويسة. لكن لا ده صمم ورجع. وبقى الحرس الأول نادي الأهلي وحرس مصر الأول. ولسه الحد الآن بيتعب وبيشتغل وبيكتهد لأنه عارف قيمة النعمة اللي هو فيها. فعشان كده كلام اللي بيفهم. دي حالة في الديئة ثلاثة. دي الكلام اللي كان علي من شطين كلنا معنا وكان جيس في تكلمة عليها كمان. الكورة عرضية صعبة أو إن كل الكورة عرضية خدها لعيد الاتحاد. يعني حتى. بمفهم درب ركنية يعني درب ركنية كمان. انت مفروض بقى فصح. بزفر. انا ياسف معيش. اتفضل اتفضل. دي مفهاش منتومان دي تلعبت زون. ماشي. دي بدي تلعب زون. ماشي. والزون ليه ليه شغل مختلف عن المنتومان. بس انت عينك على الرجل اللي قدامك. انا عارف انا انا بقول حسك ان الزون في ناس مسكة ما هو بتبقى في زون في نص زون وفي ناس مسكة. نفسها. طالما عندي عادة زيادة. عادة زيادة يبقى لازم في ناس سبتة. سبتة اللي على الايم واللي وراه مثلا والناس مسكة. لكن في ناس وقف هزون في ثلاثة وقفين زون بدر. بس بس. بس. ممكن رجع. انا عادي انا رجع علاقة دي. عادي انا رجع علاقة ثلاثة مرة. مش علاقة. عادي الثاني واحدة. في بس مشكلة هنا. انت شايف الاحدة ده عامل ازاي? واحد من ثلاثة. اللي احمر اكتر. ماشي. سبعة. سبعة. سبعة وخمسة صح. سبعة وخمسة صح? سبعة وخمسة. ماشي. انت عندك اتنين زيادة. لما التركيبة اللي بيتكلم عليها عادل دي دايما في واحد في القريبة. واحد بيستنى كرة اللي هي اللي بعديها على طول دي. ماينفعش بقى باجي. بص باجي نزل لتحت. انت فاهمني? غلط. وباجي ده المفروض هو اللي خلط. اللي هي قدر يطلعك. يعني. خلي بالك. خلي بالك. خلي بالك. ايمن. المفروك وطربي الوكريناية يوقفوا باجي بس هو الشناوي. اه. وهم اتنين واحدة. خلي بالك. في اللقطة دي لازم باجي يكون هو اللي قدام الراجل ده. وبعدين كابت المحر. ما ينزلش تحت ايمن. طبعا. انت فاهمني? يعني ادخال باجي بالطول ده ما شاء الله ونزل تحت. ايمن اللي يطلع لفوق. في واحد يلعب بدماغه وهو فري. يعني الحاجات دي برضو نركز فيها. ممكن الحاجات العرضية. وهو انت فري تشتغل عليها كويس. يعني ممكن تلعب قصير بس بيع في لعب جامب كويس. توقف على القريب. اي. وممكن تلاقي واحد تاني كويس جدا في بلعب بدماغه بس ما عافش رائب. اي. فدي برضو حاجة من الحاجات المهمة. يعني لازم برضو في الوقت ده برضو من الايجابيات اللي احنا عايزين نشتغل عليها. بالزبط. ان احنا نشوف مين اللي ينفع يا رائب ومين اللي ينفع يبقى فري. دي نقطة مهمة جدا والكور السابتة في مبارات شمال افراخية كمان. لا. احاجة اساسية. عاد يساوي شمال افراخية. فمهم. في مباراة ممكن تكتب دربة وكليل. زي النهاردة. زي النهاردة. فمهم انك تقدر تطلع مين اللي بيلعب فري كويس. ام. ومين اللي بيلعب منتو من كويس. كويس. رجل المباراة. شناوي. رجل المباراة اه الشناوي بس انا عايز اضيف حاجة بس عشناوي يا كابتون. ايما للمرة التالتة او الرابعة التوالي برضو الشناوي تصدي الشناوي في وقت مهم جدا في المباراة. اه. دي مش مش اول مرة اعملها. وضربة الجزاء. ما هي ضربة الجزاء. ضربة الجزاء والانفراد برده. اه في الفراد اللي بعدها. اه. ماتش كزا ماتش برده. ليه كزا تصدي. اه. في وقت مهم جدا وانت متعادل. يعني لو لو دخل هدف وانت متعادل هتعمل مشكلة كبيرة جدا زي اه لو حصل النهاردة ضربة الجزاء داخلت هيبقى في مشكلة كبيرة. وبعدها الانفراد نفس. هيبقى في مشكلة كبيرة جدا. اه. وانت ما بتحرص اهداف. اه. فديك هتعمل مشكلة كبيرة جدا لنادي الاهلي. وهو يعني عنده ميزة كويسة قوي يا كابت ان هو طول الجيم بيبقى بمركز. مركز جدا. جدا. يعني في في حراس مرمى كتير تلاقيه بيسرح. يمكن الواحدة يطلع يامل واحدة كويسة والتانية تلاقيه عدت من تحت ايده. لا مش عارف ايه. لا الشناوي غلطاته ما شاء الله يا ربنا يحميه طبعا. غلطاته قليلة جدا. وانا يعني متأكد ان هو هيزيد عن كده كمان ان شاء الله. ازا الشناوي هو رجل البراء. الشناوي رقم واحد ومحمد هاني رقم. محمد هاني. انا كنت صح اولك لازم تقول حاجة عن محمد هاني. لا محمد هاني بصراحة انا اتكلمت عليه كزا مرة قبل كده في حاجات معينة هو كان بيأثر فيها. لكن النهاردة الرجل عمل جيمة عالمي ما شاء الله عليه. شايل واحدة. في الناحية الدفاعية. في الناحية الدفاعية. كان هيد. هدف يعني تلاتة على واحد. لأه وبدأه رجولي. وبدأ يزبط حتة التغطية كمان. تغطية. لان دي مهمة فعلا وانا اتكلمت عليها قبل كده كتير. احنا كابتان ايمن احنا هنا بنتكلم للمصلحة. مصلحة النادي الاول حاجة طبعا. صحيح. ولمصلحة العيبة. احنا هنا يا جماعة لما بنتكلم على حد. احنا بنتكلم عشان عشان يبقى كويس. مش عشان ان احنا بننتقدك. احنا في قناة النادي. احنا احنا انا في النادي. صحيح. صحيح. موجودين في النادي. احنا مصلحة العامة. احنا عايزين مصلحة النادي الاهلي. بالزبط. وعايزين النادي الاهلي دايما فحصا حالاتك. بالزبط. فاحنا مفروض اللعيبة حتى لو احنا بنتكلم مسلا اه على حد مسلا مش اقول وحش. ان احنا مسلا بنوعيك. او لو انت شايف احنا شايفين ان انت بتعمل حاجة مثلا غلط أو حاجة فإحنا بنتكلم معك فيها إنت لازم إحنا أول ناس تسمع كلامنا ما تسمعش من حد تاني لأ إحنا عشان إحنا خايفين عليك وخايفين عنا دلالة إذن الشناوي هو رجل مباراة هنروح لفاصل ونرجع نستقبل خبرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس والحديث عن الحالات التحكمية